بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنوان هذه الكلمة الصورة القرآنية التي تعديل القرآن كله تمنع التطبيع مع اليهود والنصارى كان واحد الصورة في القرآن تنديرها كفا والقرآن كله في كفا هذه الصورة تمنع التطبيع مع اليهود والنصارى عباد الله الصورة القرآنية هذه الصورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة النبوية من مكة المشرفة إلى المدينة المنورة وحتلت هذه الصورة المرتبة اللولة في الموصحات حتى نحله تنصبها هي اللولانية تتسبق جميع الصور 113 الصورة خورا كلها وهي هذه الصورة هذه ستعتبر هي الخلاصة ديان القرآن كله القرآن شمنا فيه؟ القرآن فيه ثلاثة الحويج فيه العقيدة وفيه العبادة وفيه مناهج الحياة هذا هو القرآن كله إلا بغينا نقسمه صورة الفتحة فيه هذا الشيء كله فيه العقيدة فقل الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين هذه العقيدة العبادة إياك العبود وإياك السعين مناهج الحياة هي إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين فصورة الفتحة هذه هذه الصورة جمعنا القرآن كله وهي سبعات الآيات فقط جعلها سيد ربي سبحانه وتعالى أفضل وأعظم صورة في القرآن كأننا حيث وجبة في كل ركعة في النفيلة وفي الفرد كأننا نقرأ القرآن كله كأننا ندير الخلاصة ديال القرآن قدمنا إلا كنا فهمين المعنى ديال صورة الفتحة فهي أفضل وأعظم صورة وردات في القرآن الكريم وجمعات كل مقاصد ديال القرآن الكريم تروننا البخاري في الصحيح دياله عن أبي سعيد بن المعلة رضي الله تعالى عنه وهو قال قال لي الرسول صلىية الاسلامة لأعلمنك صورة هي أعظم صورة في القرآن قال لي أنا غادي نعلمك وإله الرسول صلى الله عليه وسلم بالانواع ديال التأكيد غادي نعلمك واحد صورة اللي هي أعظم صورة في القرآن باش منسهنش بالصغر ديال ديالالثالصورة سبع Diskuss لا شوف العظامة شويق كما درسوا صلى الله عليه وسلم باش يعلموها وقال ليه قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته فاجعلها هي فكثة مع القرآن وسيد ربي قالها ولقد آتيناك سبعا من المثاني اللي هي سورة الفاتحة والقرآن العظيم رغم أن سورة الفاتحة هي جزء من القرآن ولكن من باب ذكر الخاص بعد العامل أهميته وعظمته وفضله ولقد سينك سبعا من المثاني والقرآن العظيم كما أن هذه الصورة رغم القلة ديال العدد ديال الآيس ديالها ما وردش حتى في الكتب السابقة اللي هي التوراة والإنجيل والزابور وغيرها ما كانش كتاب من الكتب اللي فيه شيء حاجة أفضل من سورة الفاتحة كما سيرون الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي حلف الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزابور ولا في الفرقان أي مثلها أي مثل صورة الفاتحة فهذه الصورة هذه اللي عندها قاع هذه المزايا هذه هي صورات الفاتحة اللي تحفظها الكبار والصغر والذكور والإناث وسيقول سيد ربي سبحانه وتعالى فيها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أول واجبات دي أن تجهد الصورة الكريمة العظيمة باش نعطيها حقها ومستحقها نقرأوها نقرأوها قدام معلم دي القرآن من حافظات كتاب الله أولا باش يصححنا عندك سيقول أنا دكتور ولا عندي المستر ولا خريش كلية الشريعة ولا لا إلا مش ديتيش بسند راجع لمسألة ديالك لأن العلمة باتفاق يقولنا لا تأخذ القرآن من مصحفيين ولا العلم من صحفيين مصحفي هو ليش دي القرآن وتعامل مع القرآن مباشرة ما مش هش ديولة عند شيخ لا ولو لا القرآن تقصي تشد من عند الشيخ بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رب العزة والجبروس أما تزوم الكتاب حكاك ستكون ترتكب فيه خطأ فلهذا يجب أن يتصنت يتصنت لي الشيخ يقرأ لي ونشوفنا ونقرأ عليه أنا الفاتحة لأن من الشيوخ من يرتاكبه هو أخي الشيخ لماذا؟ لأنه يرتاكب في الفاتحة أخطأ لأنه سيقرأ القرآن كله صحيح ولكن الفاتحة يقرأها كما تحفظت له وفيها أخطأ فمنهم من الشيوخ من حملة كتاب الله من يقرأ غير المغدوب عليهم فيقرأ الضاذ دالا ومن الشيوخ من يقول غير المغدوب عليهم ولا الضلين بمعنى أنه يرتكبون أخطأ فلاذا خدنا نسمع نقرأ عند إيمان هذا اللولى يصح لي المخارج يالحرف ديالها باش ما نقرأهاش خطأا لأن الفاتحة إذا ارتكبت فيها أخطأ وكان هذا اللحن جاليا فالصلاة باطلة لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اللولانية هذا الواجب اللولاني تجاهد الصورة العظيمة المسألة الثانية تنسمعها نقرأ على الشيخ ونسمعها عليه ويلقلها ليا باش نتلقاها بسند المتصل رواية باش نحضب النورانية ديال السلسلة ديالها إلى ربي العزة والجبروس وبعد منها نعرف المضمون ديالها ونستوعبو هاد المضمون هادا لاش؟ بنية التطبيق دياله ومما ستضمنه هذه الصورة التحريم ديالها لكل أنواع التطبيع مع اليهود والنصارى إذا كان القرآن كل فيه ثلاثة ديال الأمور العقيدة وهي ما ينعقد عليه القلب من الأمور الغيبية والعبادة التي هي متعددة ومناهج الحياة ففي مناهج الحياة هناك النبوة هذه النبوة التي جاء بها الرسول عليه السلام عبر التاريخ وآخرها الرسول صلى الله عليه وسلم فانقسم الناس فيها إلى ثلاث منهم المنعم عليهم ومنهم المغضوب عليهم ومنهم الضلن فهمت ثلاثة فلهذا هذه مناهج الحياة فهذاك المغضوب عليهم رداني واحد منهج مشافي هذاك الضلن رداني واحد منهج هذاك المنعم عليهم داني منهج ومن المنهج أنت الذي تدعو الله أن يوفقك إليه هو منهج المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهؤلاء لم يطبعوا مع اليهود ومع النصارى محبوش اليهود والنصارى تبرأوا من اليهود والنصارى كلم يقيا زيالهم الحب في الله والمغض في الله أما يطبع معاه ويقول غير المغضو إهدنا السلاة المستقيم هذا النفاق فلهذا صورة الفاتحة تحرم التطبيع مع اليهود الذين يندرجون ضمن المغضوب عليهم ومع الضالين الذين يندرجون ضمن قوله تعالى والضالين الذين هما الضالون فلهذا عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين فإنك قد استعنت بالله في قضاء حاجاتك وذا شهيد عن الاستعانة بالله في القضاء ديال الحوائج اللي تيقول هو سبحانه وتعالى للشيء كن فيكون كما أن القراية ديال صورة الفاتحة تسعى للعباد على التسيير ديال الأمور ديالهم والحل ديالها بإذن الله سبحانه وتعالى وصورة الفاتحة واحد للفضل العظيم في الاستجابة ديال الدعاء من خلال التدبور والتفكر في الدلالات والمعاني ديال قول الله عز وجل الله إهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهذا سيهدل على أن التوجه لله بالإخلاص وبالصدق ما شيء نقول إهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وانا تنمشي مع الضالين وتنمشي مع المغضوب عليهم وانا تنقول أنا هلا تنقول شيء حاجة بمي لتنخلفها بالقلب ديالي وبالمحاملة ديالي ولكن حيث تندي الله عز وجل تكون الدعاء فيه الإخلاص وفيه الصدق والتوسول لله سبحانه وتعالى والسؤال دياله الهداية للصيرات المستقيم هذا دليل على الاستجابة ديالله للدعاء والردة ديالرب العالمين على الناس بالدخول ديالجنة والإقامة فيها بنعيم والصورة الفاتحة واحد الميزة مهمة أنها تتجتمع لمعاني ديال القرآن بشكل عام فذلك الشي اللي تتعلق بالتوحيد واللي تتعلق بالأحكام واللي تتعلق بأحكام الجزاء ولذلك تتسمى بأم القرآن وأم الكتاب كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تتجتمع على الأدب ديال الدعاء بغضي يطلب الله عز وجل الله البشر ما قد يدليك سيحاجة ولكن ما شغل يقول يا رب يعطيني الله عندها أدب الدعاء تعلمتين من الفاتحة فقبل ما نقوله إحنا يا إهدنا الصلاة المستقيم بديناها بالثناء على سيد ربي والتمجيد على سيد ربي والحمد للسيد ربي هطلبنا فلنسس علمنا الأدب ديال الدعاء الأدب ديال الدعاء بالحمد أولا لله عز وجل الله ثم الثناء عليه ثانية ثم التمجيد له ثالثة ثم الإفراد له بالعبودية رابعة ثم الاستعانة به دون سواه خامسة هاتس قل إهدنا الصلاة المستقيم سروينا الترميد في سننه بسند حسن صحيح عن فضالة ابن عبيد رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعوه بعد بما شاء كيف أن إهد صلى أحدكم؟ لأن حق المؤمن على المؤمن إجابة الدعوة وإذا كان صائما لأننا نحن عندنا في الدماغ دينا أنا صائما لمشيش لا أنا لمشي سأعيد لك المكلة سأعيد لك بغينا نشوفك أنت أجي وخمسة أكلش ولكن عجي أدعي وإذا كان صائما فليصلي باش يجيب تصلي وتحتاز وقال تصلي والنس يأكلوا لله فليصلي أي فليدعو لك شاء يجعلنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما إذا صلى أحدكم أي إذا دعا أحدكم يوانا بغي تدعاشا فبدأ بتحميد الله تقول له اللهم يا رحمن يا رحيم يا جبار يا متكبر يا غفور تتنينا يعني الله عز وجلنا وتتحمد الله سبحانه وتعالى ومن بعد ذلك تقول اللهم صلى على سيدنا محمد العبدك ورسولك النبي الممي وعلى آله وصحبه وسلم سلم ولا شي صلاة من الأنواع ديال الصلاوات المأثورة ومن بعد ذلك عاد دير الطلب ديالك وختم بالصلاة على رسول الله سلم هذاك غادي يمشي الدعاء ترانسفيري غادي يمشي لعن سيد ربي اسم حانه وتعالى لأن الصلاة على رسول الله سلم سيرفعها سيد ربي وما يمكنش وهو أكرمه من أن يرفع الصلاتين ويترك ما دونهما وما بينهما لهذا سيورينا الرسول صلى الله سلم الرحيم بنا هذاك الأذهاب ولصورة الفاتحة مجموعة من دروس تربوية واللطائف والعبار لست نادار ديالنا صورة الفاتحة الأهم عمالين من الأعمال ديالقلوب العمل الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى شو الإخلاص؟ هو أن يستوي الذم والمدحول هذا الإنسان أنت لا يهمك البشار وإنما الذي يهمك هو رب البشار واش رضع لي يا أسد ربي ولا لا البشار يعطلك صفر ما تهمكش هذا هو الإخلاص أن يستوي الذم والمدحول لدى الإنسان هذا الأول من أعمال القلوب الإخلاص محلو القلب أما البشار ما تهمكش فالطائف حي ترجع وتكرفسوا عليه أهل الطائف زدين اسمه وقال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي هذا الشيء اللي ترى لي يا ما يهمنيش واخران جرتلوني وبهدلوني وكل شي ما يهمنيش أنا غير نتنسى دربوش رضع لي يا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي لك العثبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا به هذا الأول من الأعمال القلوب اللي هي تتعلمنا وتتلفتنا النظر له سورة الفاتحة الثاني التوكون على الله عز وجل لولأخذ بالأسباب خصين أخذ بالأسباب ولكن النتائج ما نقولش أنا جوج زائد جوج خلس كود ربعا بسي فلا الله عز وجل هو المذبر للأمور أما أنا مطالبون بأن أأخذ بالأسباب وأنتظر النتائج من الله سبحانه وتعالى فهو اللي فيها خير غادي يجيبها وتسبينا سورة الفاتحة الأهمية ديال الصحبة المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخاليه وأنت تسأل الله صحبة لمن تعايشهم في زمانك من المنعم عليهم ومن من فاتوك في الزمان والمكان وتدعو لهم دعاء الرابط هذه الصحبة الصالحة الصحبة القلبية التي لا تحبتها برازخ الموت وإنما تبقى مستمرة بالنسبة لعالم الغيب مع عالم الشهادة والتي هي مفتاع والقدوة للمسلمي من خلال قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم ونوهات وثناث صورة الفاتحة وبينتنا الضرورة ديال الوحدة ديال الأمة والاجتماع ديالها على الكلمات ديال الحق وذكرتنا الحاجة ديال المسلم الهداية حيث ترقوا الإهدينة الصلاة المصقيم حسين فهم ما معنته إهدينة الصلاة المصقيم ما معنتها هذا في الفوصلة وش ما شامه ديالها هذا كل ما تب quantumه هدينها معنى لي ولا خرش دريق أنا رفوصلة سأبو الإهدينة الصلاة المستقيم لا لأن الهداية عندها ثلاثا ديالأنواع هداية الإرشاد هداية التوفيق وهداية ثبيس هداية الإرشاد إنهدينه السبيلة إما شاكرا وإما كفورا هذا أرشدك الله هذه الهداية فهدك الله عز وجل هذا هداية الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى فالله عز وجل بيّن لك طريق الهدى وطريق الضلال هذه هداية الارشاد ثم هداية التوفيق أن الله وفاقك للطريق الصواب وأنت في الصلاة قد وفقت للطريق الصواب لهذا تيجي لهداية الثالثة وهي هداية تثبيت يا ربي هذا الصلاة اللي أنا فيها وهذا العبادة وهذا الدين تب تنيع لي حتى لقاك هذا هداية الارشاد هداية التوفيق وهداية تثبيت والضرورة دي الحرص على الأداب في الكلام مع سيد ربي سبحانه وتعالى فعلى العبدي بش ينسب النعمة والفضل لله سبحانه وتعالى لك شعر لش نبدأ الصورة الحمد لله رب العالمين نقولهم هذا نطلب الله سبحانه وتعالى يفقنا لما فيه الخير والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة